بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد ناصب من كرات نوترزينا باذن الله تعالى النهاردة طالعين نتكلم عن ايه فوايد البيض اللي هو غير مخصب او البيض الكابس يعني البيض الكابس او البيض الغير مخصب طبعا كان في ناس كده كانت سألتني كتب تقولي انت بترميش للبيض اللي هو البيض عن متن اللي هو نوجد ايه لازم عندنا ليه انت بترمهوش طبعا البيض اللي هو غير مخصب وبيض الكابس بيكون لي فوايك كتير احنا بنستخدمه بعدين يعني احنا بنستخدمه باعدين ولازم ان يكون موجود عندنا لبيض ياريت اي حد عنده بيض غير مخصب او بيض مكبوس او كابس او اي حاجة ياريت ميرموش يعني ياريت ميرموش زي ما تشافهين بنفس تردك كدهearام متن عندي هنا فوق التلاتين بيضة. كلهم غير مخصبين او كلهم كبسين. نحمد ربنا اولا على كل حال. تمام? بس ايه لازموتوا بقى بعد كده? لازموتوا ان بعد كده اللي احنا عندنا مسلا قص تمام? بيبيت بيضة وبعدين بعدها بيومين بيبيت بيضة تانية وبعدها بيومين بيبيت برضو البيضة التالتة وهكزا. يعني انتو فالفكرة وصلت يعني البيق القص عمتا او الجوز مبيبتش الاربع بيضات مع بعض الخامس بيضات مع بعض او ست بيضات مع بعض. مهما يكون اعداد البيضة اللي النتاية بتحطه. هي بيبيتش كله مع بعضه. يعني ما بين البيضة والبيضة تمانية واربعين ساعة. ما بين البيضة والبيضة تمانية واربعين ساعة. طب ايه اللي احنا مفاوض اللي احنا نعمله بعد كده? اللي احنا بنعمله بيقابلنا مشكلة بعد كده. يعني بيقابلنا مشكلة بعد كده. بيكون اكبر زغلول يعني مسلا نفترد ان في قص عندنا باض مثلا اربع يعني بيكون اكبر زغلول كده بيكون فيه فرق تمنت ايام بينه وما بين اصغر زغلول او اصغر فرخة. تمام? الفكرة وصلت? يعني كده عمتا بيكون فيه في العش الواحد لو النتائج حاطت اربعة بودات والاربعة بودات كلهم طلعوا بيكون اكبر زغلول تمن ايام واصغر زغلول لسه عمره يومه يحيد. تمام? بيقابلنا بقى المشكلة من هنا. المشكلة اللي هابت قابلنا من هنا ان اكبر زغلول بياخد الغزاء كله. يعني احن اقبر زغلول بياخد الغزا كله. طيب احنا برضو عاوزين نعرف احنا نعمل ايه برضو بالبدة. طيب احنا دلوقتي عشان خاطر ان الزغليل كلها تكون عمروا واحد. انها يتكون كلها عمروا واحد وتفقس كلها في نفس اليوم عشان كله ياخد نفس الغزا يعني عشان كله ياخد نفس الغزا. بانشيل اللى 4 حصويات اللي نتاعة حطتا. يعني كل من التايات حتى حطي عصوية احنا بنشيلها. طيب احنا بنشيلها وبعد كده بنحطها هين بنحطها في التلاجة. لحد من نتاية خلص الحصة بتاعها كله. طيب برضو احنا برضو مفلناش الفكرة. وسطة لحد فين? احنا عم متن كل من نتاية تحط حصوية بنحط له بنشيل الحصوية السليمة وبنحط حصوية بايزة من اللي انتوا شايفين دي يعني كل من نتاية تحط حصوية او تحط بيضة تمام? بمعنى اصح يعني عشان نخلينها في البيضة. كل من نتاية تحط بيضة سليمة بنشيلها وبنحط مكانها بيضة من ديت. تمام? لحد من نتاية تخلص حصها خالص. وبعدين بين البيض اللي احنا بنشيله كل مسلا كل يومين بنشيل البيضة بنراح حطلنهم في قلب التلاجة. يعني بنراح شايلنهم وحطلنهم في قلب التلاجة. بنفس الطريقة اللي انا بقول لحضراتكم على ديت. طيب البيض كلام يبصي ان البيض بيسقى وكلام ده كله لأ. البيض مدل صلاحياته تمن تيام. تمن تيام. وبعد كلا بيبوس. بس احنا عن مثلا النتاية بتكون خلصت حصها وكل حاجة تمام? تمام? بنراح شايلين بقى البيض البيض ده كله. يعني بنراح شايلين البيض البيض اللي هنحط لها النتاية. ونرجع نحط البيض السليم اللي هي كانت حصته وحط نفقل بالتلاجة. طيب دي كله ليه? دي كله عشان خاطر ان الزغليلة تطلع كلها في نفس اليوم. يعني كده ان تبدأ النتاية انها تحضن البيض كله في نفس اليوم. وبالتالي ان البيض هيفك كله في نفس اليوم. طيب برضو انا برجع اقول لحضراتكم الفكرة اللي انا بتكلم حضراتكم عليها اللي احنا بنعملها عشان خاطر ان الزغليل كلها تطلع يوم واحد. يعني الزغليل تطلع كلها يوم واحد. يعني مسلا دلوقتي حطت مسلا حصوية. يعني حطت النهاردة حصوية. بنبتد اللي احنا نشيل الحصوية ونروح حطين مكانها مسلا واحدة بيض اللي هي من دي مسلا. يعني نبتد اللي احنا نحط واحدة بيضة. تمام? وهكزا. لحد من الدهات خلص حصوية خالز. احنا عم انا بنقبل بنحطها عشان خاطر يكون معروف والبايز معروف. فهنا بالتالي انا بيعلم الحصا انت طبع انتو ص timelyز كله زي ما انتو شوفيوني particنة هذه كله كله. مور جدا. مان ي PRO- احنا بنعلم البيض السليم. يعني احنا بنعلم البيض السليم عشان خاطر ما نتلغبطش ما بين البيض السليم وما بين البيض البيض. طبعا زي ما انتم شايفين منظر البيضة هي? ما يتفرقش ما بين البيضة السليمة. يعني ما يتفرقش خالص ما بين البيضة السليمة. في احنا طبعا احنا بنعلم الاول البيضة البيضة او البيضة السليمة عشان خاطر ما نتلغبطوش ما بين بعض. وبعد ما نتاعد خلص حصها بنبتدي اللي احنا نشيل البيض البيض كله خالص. بطريقة وسيبتغي البيت السليم وبطريقة تلقي النتيجة انه تعد على البيت في نفس اليوم وبعد ذلك البيت يفقس في نفس اليوم وكل الزغلول يأخذ حقه في غذاء ولا اكبر الزغلول يأخذ اكثر ولا اصغر الزغلول يأخذ أقل البيت كله سيأخذ في نفس اليوم اللي فك فيه دهت الفكرة ان احب اوصل له له وحبيه اوصل له للناس الذين سألتني لكي انا ما سأرمي البيت عندي بيكون له فوايد قليلا عندي يعني هو بينفاني في حاجة زي دي عمتنا عشان تكونوا عارفين فطبعا زي ما بقول لحضرك يا ريت لو حد عنده مثلا حصى بايز أو حصى كابس أو أي حاجة يارب مترموش وعمشي بنفس الفكر وانا بقول لك عليها عشان خاطر وما بلاكش مشاكل بعد كده احنا بنعمل اللي علينا والبقى على ربنا وبالتوفيق جدا لجميع وشهرا جدا على استمح حضرك